السلام عليكم البنات ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا هانين شاء الله يا رب العالمين اول ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على رسول الله علي الله الصلاة والسلام هنا نبدأ وان شاء الله على باركة الله يا البنات مع هذا الكرام باتيسيار او لتختولات كما كم تشوفو هنا يا راح ندير مع بعضانا لتختولات حبيت نوريكم الكرام باتيسيار اللي يتم باع يعني جازة اللي ما عندش الوقت ومش قادر يديرها ولا اللي ما تصحلوش ولا يعني كاينس تباع جازة كما كم تشوفو الباكي الزا فيها ثلاث باكيات الداخل يعني كل باكي يرفض النصري تلاتة حليب هنا يا الباكي فيك مكلكم ثلاثة ودرير الباكي فيها يعني المعلومات كيفاش تديريها كيفاش تخلطيها كيفاش هنا راح نبدأ على باركة الله راح ندير هنا راح نستعمل زو الصاشية لكرام باتيسيار لبودر انتاحة هذه راح ندير ريتلا تحليب يعني كل صاشي بنص ريتلا راح نسخنوا هنا يني سخنتوا مليح اللي حليب نتاعي وراي حنكوب هذك اللي بودر تعلقها في اللي حليب نتاعي ونخلط نقولو نكوب شوية ونخلط ورا حنستعمل باكيات فيزوش كما قلت لكم ونخلط مليح وبعد ما تخلطوها يعني تقولو تخلطو فيها مدة مدة ونتم تخلطو فيها باش مدلكم مش هذوك اللي يكريمو ولا نصي جميع يعني تخلطوها مليح وبعد ما ندير هذو كل زو الصاشيات كي ما قلت لكم خلوها راح نديرها في راح نديرها في ريسيبيون كما قلت لكم نديرها في راح نخلطها شوية ونبعدها نخليها تبرد شوية باش نديرها مبعد في الفريجيدر تبرد لمدة نص ساعة كي ما قلت لكم لازمها تبرد شوية قبل ونبعد نديرها في الغيسيبيون هنا نخليها مدة في الكسرونة تحفز شوية ونبعد نديرها تاني في الغيسيبيون ونزيد خليها تبرد شوية ثاني ونبعد هنديرها في الفريجو لمدة نص ساعة كذك ونقدم بعد نستعملها كي ما كنتم تشوفو هنا ينخلطها مليح بعتندمج لي بيانكم يفهم عبادها ونديرها في الغيسيبيون بعتبرد ونخلطها شوية كي ما قلت لكم سنتخلطها شوية ونبعدها راح نخليها في البلونت بخافي بارك تبرد شوية يعني تافت شوية ما قدش نديرها ويسخونة كي ما هك في الفريجو بعد ما تبرد لي مدة راح نغلفها بالفيلم حتى تبرد لمدة نص ساعة كي ما قلت لكم يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدوا نحوك من هوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأنا أمضي وحول المزر والولو يا ربي خذوا إليك وحنا بعد ما بردت لي كي ما كم تشوفونا راح نلحق نحلها هذك الفيلم أليمنتر وراح نخلطها شوية بارك باش تندمج لي مع بعضها كي ما كم تشوفو وراح نديرها في الابوش الابوش الدوي ونكمنصي نستعملها كي ما كم تشوفو عندي لتغسلات ديجا كنت خادمتهم نديلكم الوصفة تاعهم في صندوق الوصف اللي تحب تشوف الوصفة تاع الصعب لي كي ما كم تشوفو هذم اللي تغسلات والا وهذا المول اللي درتهم فيه يعني جاي موايا مو كبير مو صغير درت لي هنا يا العجنة درتها درت لي عشرين حبة عبا بخي درت لازو الصاشيات كي ما قلت لكم تاع الزا هنا عندي شوية تاع الفاكيا كي ما كم تشوفو عندي شوية كيوي وشوية لامانغ راح نديرهم انتو ما ديروا الفواكه اللي تحوسوا عليها هنا راح نعمر هذوك اللي فون دو تغسلات بلا كرام باتي سيارة انتعنا كي ما كم تشوفو وراح نزيينهم بشوية لامانغ والكيوي هذي الفاكيا اللي عندي نهار اليوم وراح نديرهم شوية تاع ناباش درتاني شوية كونفيتو بارك تاع ابريكو سجم غارف كونفيتو ابريكو درت لهم مغرف تاع واسمو يابي لاجولي يعني لاجولي ان بودغ تاع ناباتية ودرت لها شوية اكدرة تاع الماء وسخنتهم وراح ندهم بهم يولي لي شوية مية وراح ندهم بهم من الفوق اللي تغسلات تنتاوي هنا بدي تنزيين كي ما كم تشوفو هنا في اللي تغسلات ندير نص هك ونص هك برج تاع كيوي وبرج تاع لامانغ كي ما كم تشوفو هنا وبعدها راح ندلهم من الوسط دمي سوريس كونفيت سوريس كونفيت سوريس كونفيت هدك اللي تاعفو يدبع نقولو ولا تحبو ديرو فرمبواز ولا حاجة اللي يعني فخيز ولا انتم ووضعكم يعني هذا كان موجود عندي درتو وراح ندير ناباتية من الفوق كما كما كم تشوفو وراح ندلها شوية ناباتية كما قلت لكم ونزينها بلي سوريس كونفيت وهذه هي البنات هذه اللي تغتلات يعني حاجة رابيد وتسلك كما نقولو احنا جاوك الضياف الغفلة ولا حاجة تقدر توجديهم تكون دي جام طيبة اللي فوندو تغتلات ودستيهم يعني تخرجيهم برق وتديروهم فيتري لنا هذا الكرامبات السياح كما قلت لكم هذي سهلة تديروها يعني وتشبحوهم وانتم ما سلكتوريسانكم يعني حاجة رابيد وتقدرها يعني موجودة في الدار كما كنتشوفو نكمل هنا يا شباح تعلية تغتلات تاوعي هذو مهما ونقولكم يا البنات اللي مش مشترك في القناة نقولو مرحبا بيكم ما تنسوني شبليجام يا البنات وبرتاج وان شاء الله هذي القناة رغمت متوش قناة بلا بيكم بكم انتم تكبر عائلتنا ان شاء الله نشكركم بزاف على تعليقاتكم زوينين اهتمامكم ودخوركم للقناة وشكرا جزيلا وهذي مهما اللي تختلت شاء الله يعجبوكم وتكونوا استفدتوا وتجربوهم ونقولكم مع السلامة احبوا باتش